لكن كان هناك معركة فاصلة بين الله وإبليس هذه المعركة كانت في الصليب وفي الصليب عند صليب المسيح مش أنه المسيح تصلب وخلص الموضوع مسكين وصلبوه لا كان المسيح جهي لكي يصلب لكي يحسم هذه المعركة ففي الصليب كان هناك الكثير والكثير من النتاج هتكلم عن أمرين نتيجتين فقط الآن لضيق الوقت ولأن النتيجتين دول يهموني كتير في هذا الموضوع أول نتيجة هي كانت هزيمة العدوة ففي الصليب تمت هزيمة العدوة والناء الكلام ده بمنطل وضوح في رسالة كولوسي أصاح 2 وعدد 13 لغاية 15 يقول وأنتم اللي هو إحنا البشر إذ كنتم أمواتا في الخطايا وغلف جسدكم غلف جسدكم يعني البعد عن الحياة التي لها علاقة بالله بعد عن العهود مع الله أحياكم معهم المسيح أحياكم معه مسامحا لكم بجميع الخطايا عمل كده إذ مع السك الذي كان علينا في الفرائد الذي كان ضدا لنا وقد رفعه من الوسط مسمرا إياه في الصليب وعمل أيه كمان إذ جرد الرياسات والسلاطين هنا بيتكلم عن رياسات الشياطين جرد الرياسات والسلاطين أشهرهم جهارا ضافرا بهم فيه أي في الصليب ففي الصليب إبليس الذي له السلطان الموت خليني أقوم بسي الآية اللي حضرتك قلتها قبل الفصل في رسالة العبرانين أصحح 2 وعدد 13 يقول فإذ قد تشارك الأولاد في اللحم والدم اشترك هو أيضا فيهما بيتكلم هنا عن المسيح لكي يبيد بالموت بموت هو ذاك الذي له سلطان الموت أي إبليس ويعطي أولئك الذين خوفا من الموت كانوا كل حياتهم تحت العبودية ففي الصليب تم العطقة وتم إشهار إبليس وتم تجريده من السلاطين بتاعته أو القوة بتاعته أو السلطان بتاعته عندما يأتي ليحارب المؤمنين فأول أمر هو هزيمة على فكرة أسيس نظار إبليس لا ينكر ميلاد المسيح لا ينكر مجيء المسيح على الأرض لكنه ينكر الصليب لماذا ينكر الصليب؟ لأنه موقعة الهزيمة موقعة هزيمة إبليس فيطلع يقول للناس أنا ما تهزمتش أنا ما تهزمتش ما كانش فيه صليب وإحنا بنعرف أنه لما يسوع تنبأ عن صلبه وموته الرسول بطرس أخده جانبا وقال له حاشاكا يا رب فما كانش فيه مسايرة في هذا الموضوع الرب يسوع وجه لبطرس قال له أبعد عني يا شيطان يعني الفكرة أنه المعرك الحاسمي هي الصليب انتصر المسيح وإحنا انتصرنا في المسيح أمين